ازدياد عدد الفقراء في النمسا بأكثر من الضعف بعد انفجار الأسعار وعندنا هنا كمان كان في استطلاع من عندنا من النمسا ميديا هنا هل ترى أنه يوجد معاناة مالية في النمسا للأفراد والعائلات بسبب الغلاء شارك في استطلاع ده 1117 شخص 88% قالوا نعم يوجد مهاناة مالية للأفراد والعائلات مع ارتفاع الأسعار قرأتك للخبر ده وهو متزامن مع وجود اعتراض من وضعات دولية التقارير دي كلها دي هيئة الاحصاءات النمسية فعلا طب هي فين الحكومة من كل ده ليه كلنا شايفين او كل الناس شايفة الغلاء ده والحكومة وقف موقف المتفرج هي ليس ما فينا نقول وقف موقف المتفرج الا اكيد احنا انا لست بصدد لا دفاع عن هذا ولا شيء ولكن خلينا نقرأ الخبر بداية يعني ان الاحصاءات او التقارير تقول انه اديش نسبة الفقر سيدي الكريم اديش نسبة 3.7 يعنون من الفقر بالنمسا يعني فيه موعد 336 الف شخص نعم يعنون من الفقر في النمسا بصراحة هذا تقارير مخجل بحق النمسا انا اراه طبعا هنا حتى نعرف الفقر طبعا الفقر هنا الذي يحسب في الاتحاد اوروبيا وفي النمسا ليس الذي يحسب في بلادنا العربية يعني موضوع يعني ليس ميت ميت من الجوع الشخص وقعد بشأن اوروبا لها مستوى ومعايير معينة بناء عليها يعني حتى في الخبر يوجد 13 معيار لتعريف الفقر او مستوى الفقر في اوروبا يعني فبالتالي بناء على هذه التعريفات يتم حساب هذه النسبة ولكن عندما طرحت انفو جرات هذا السؤال انه هل تعاني من الفقر هل تعاني من الفقر 88% من اصل 1117 شخص ممضوح صراحة هذا يعني هذا 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 رقم يستحق الوقوف عنده يعني يوجد اليوم طبعا هذه الشريحة تعبر بشكل او باخر عن كامل عن كامل المجتمع باعتبار انها 1117 شخص شارك في هذا الاستطلاع ما انا اتمنى بقول لك انا اعاني من الفقر انا اشعر بالفقر إذن الغلاء موجود يعني كل الخطأ هذا طبعا هذا يشمل العاطلون عن العمل او الذين يعملون والذين عندهم عائلات والذين يعيشوا بشكل منفضل دي اجبر مشكلة عارف المين المستوى ايه الطبقة المتوسطة في تآكل يعني في طريقها للتآكل ودي الطبقة المتوسطة هي الطبقة اللي هي هي اللي بتدفع هي الطبقة المستهلكة بما انا صح فلما دول يبقوا الطبقة المتوسطة في ناس رايحة بعد الطبقة المتوسطة الى مالة نهاية وفي ناس طالعة يعني المقص مفتوح جامد جدا نعم في يعني شرقية المقص مفتوحين فبالتالي 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 يعني فعليا هذا هي فعليا هاي المواد الانتخابية بصراحة المطلوب مطلوب من الحكومة انه فعليا تعمل على معالجته بس لماذا عندما يكون 88 شخص يعني 88% عفوا من 1117 يعانون من الفقر او يشاهدون هذا الشيء من خلال الغلاء الغلاء الفاحش في المواد الغذائية ارتفاع ايجارات السكن بشكل رهيب بصراحة يعني ما في بيت ما في بيت يا استاذ ممدوح بالسنتين الاخيرتين اللي ارتفع على الاقل 200 يورو وفي مين اكتر على الاقل الغذاء الطعام ارتفع بما لا يقل 300% 200% 300% 50% اقل شيء ارتفع 50% طب هذا الشيء هل التضخم هل التعويضات هل زيادة الاجور تعود هذا ما فيش نسبة وتناسب بالاتنين ولذلك اجابت 88% اننا فعلا يشعرون بالفقر